عماية الهاتف النقال هو عن طريق الرقم السري ويفضل حروف ورقام بالإضافة إلى توقيع البصمة ثانياً هناك أيضاً تحقق عن طريق قين اللي هو two-way authentication برقم جوالك وثم استلام كود برسالة نصية تدخل هذا الكود للدخول إلى النظام ثالثاً لابد من تحديث نظام الآيو اس باستمرار عموماً هيكلة برامج ومنصة للهاتف الآيفون اللي هو من أبل مشفرة وهذا يجعل الآيفون صعب الاختراق خامساً بالإمكان التخزين على الآي كلاود لازم نتأكد أنه الـ backup on أيضاً يمكن التخزين على الـ PC أو الماك من طريق عن طريق الآي تيون خامساً وبعض المهام و Siri والمحفظة فشون نسوي الشيء هذا؟ نروح إلى الـ Passcode أول شيء Setting نروح إلى Passcode وندخل رقمنا سري ونجي إلى محفظة ونجي إلى نشي لهم لأن إذا طاح التلفون في يد حد لا يشغل البرامج هذه والتلفون مقفول سادساً عطل مركز التحكم مركز التحكم أيضاً يشتفون مقفول اللي هو اللي نسحبه من تحت في برامج الـ Inflight والبلوتوث وغيرها فشون أعطل مركز التحكم أروح إلى Setting أيضاً وارح إلى Control Center وعطل Control Center من Access Unlock Screen سابعاً نغلق البرامج التي لا نحتاجها ما هي البرامج التي لا نحتاجها؟ هي البرامج التي تتطفل علينا من Privacy من Location Surfaces ننزل تحت في الأخير نشوف شيء اسمه System Surfaces نضغط على System Surfaces في برامج مثل Ads ما نبغي نص التطفل علينا ويعطونا Ads أو برامج تشوف وين Locations وين احنا رايحين وين جايين وأي محلات زرناها أيضاً عندنا الـ Popular Near Me وهي بعد نسكرها وآخر شيء غير مفعل اللي هو Status Bar ومفعل ومفعل الزرنا ومفعل الزرنا نعرف Location Services التي تطلب المفعل من عندنا فنجعله Enabled ونفعله فهذه هي البرامج اللي نسويها ثامناً النشط Find My iPhone ونحصل من iCloud تحت كل نشوف Find My iPhone هو موجود عندنا تاسعاً حدد البرامج أو ضع حدود لإستخدام بعض البرامج من خلال Secure Restriction Secure Restriction نحصل عليه من General نروح تحت شوي يطلع عندنا Restriction Go Off نسوي Enable Restriction لازم نحط Pass Passcode ولازم نحفظ Passcode ونسكر برامج مثلاً مثل CarPlay المحتاج CarPlay عاشراً لا تشترك مع Public Wi-Fi لازم نسكر Public Wi-Fi لازم نسكر Bluetooth Bluetooth لأن هذه البرامج لو كانت مفتوحة بإمكان أيحد يدخل إلى معلوماتنا ويأخذ اللي يريد رقم 12 نعطل الكاميرا نقدر نشتري كفر يسكر الكاميرا الأمامية والخلفية 13 بإمكاننا نقفل المايكروفون عن عدة برامج نقفل المايكروفون عن عدة برامج من Setting في Privacy ونذهب إلى المايكروفون ونعطل مثلاً البرامج اللي ما نحتاج ها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر